بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا في تاني مرحلة من المراحل الشاملة المراحل الكبيرة المراحل اللي بستتعامل مع الريفيو كله اوبرول من برة احنا لسه كل ده برة انا عندي دلوقتي بقعد مع نفسي بقى باتفق مع نفسي ان انا عندي تسك تجميع عام تسك يعني شغلانة بعملها يعني عندي حاجة بعملها مهمة بعملها فعندي تسك تجميع طيب انا حددت هدفة الحمد لله خلاص عايز جوه التسك دي اوصل للعلم المطلوبة غطيه عايز اشوف بقى كل الابحاث اللي اشتغلت في المابس قبل مني لان هو ده موضوع الريفيو بتاعي وريفيو وظيفته ايه وظيفته ان فيه شاتات من الابحاث كل باحث اشتغل بطريقة معينة بسكة معينة كلهم استخدموا مابسة في الاخر وكلهم شلوا هيبي متازة في الاخر انا عايز بقى لب كل الابحاث دي وخليها معايا وابتدي اجمعهم كلهم الاول عشان هما دول اللي انا حكتب انهم ازبط الريفيو بتاعي وابتدي اكتب انهم مشرح الابحاث دي واتكلم عنها واغطي بقى الشغل ده فانا عايز اجمع العلم المطلوب تخطيطه زي ما اتفقنا فيه طرق كتير جدا لتجميع الابحاث المطلوبة تجميع داتها المطلوبة لكن انا برضو بقولك اللي انا بعمله اول حاجة انا ببتدي طبعا انا خلاص انا كده كده عندي ورق اين هوت برا انا عارف ان فيه رفيوهات مغطية باختصار شديد موضوع الموسط ده خلاص انا عارف الكلام ده لكن انا ما ببتديش منهم برضو خصوصا لو هما مختصرين او مقتضبين او كده لانه انا يعني اللي انا بشوفه ان في اخر كزا سنة الريفيوهات اللي بتتنشر بقت سطحية قوي وانا ما بسقش فيها قوي يعني حتى لو رفيو عامل مسلا جدول متكلم عن خمستاشر بحث بلاش متكلم عن اربعين بحث انا بحس ان في الريفيوهات ممكن يكون فيه مثلا مثلا يعني ستين سبعين بحث وهو فيه ثلاثة ثلاثة منه عشرين ثلاثين بحث مخدش باره منه فساعات بيحصل حاجات زي كده انه الريفيوهات ما بقتش دقيقة او للدربات خصوصا مع سولة النشر والنشر الفلوس وكده تبقى الريفيوهات مش دقيقة اول فانا ما بقتش اعتمد على الريفيوهات في البداية بقت نعمل ايه بضهر على رسائل المجستر والدكترات الاول بادخل لجوجل العادي اكتب مثلا مثلا نفس او متال اورجانيك كريم ووركس مثلا ويستووتر هيفي متال ثيسس او ديسيرتيشن رسائلات مجستر او دكترات وساعات ما حط كلمة .pdf وابتدي ادور على الرسائل واحملها وكل الرسائل اللي حملها احطهم مثلا في فولدر واحد زي ما اتبعنا احنا معنا فولدر كده اسمو ايه تجميع عن الموضوع عموما كان زمان معنا فولدر اسمو تجميع عن الموضوع عموما في الخطوة بتاعت التخطيط العام جوه الفولدر ده بابتدي احط بقى ايه فولدر جوه كده خلاص انا دلوقتي دخلت جوه باتكلم عن الموضوع فبعمل نفسي كده فولدر اسمو بقى ايه خلاص انا دخلت جوه السكة بتاعت الموضوع تجميع رسائل وابحاث الموضوع وادخل جوه بابتدي بقى كل الرسائل اللي انا لقيتها احطها جوه وبسميهم تيسيز واحد تيسيز اتنين او تي مثلا تي واحد تي اتنين تي تلاتة كل الرسائل اللي بلايه ليه عشان كل الرسائلة بعد تشابتر الانترودكشن في تشابتر تاني عن الباحث المفروض اللي اشتغل على مفضل في الرسائلة بتاعته غالبا هيكون يتكلم على الأبحاث السابقة قبل منا في الاغلب العام الرسائل بتكون مخدومة كويس يعني معمول فيها شغل اكتر فيه ناس تانيين بيكونوا عاملين في الأبحاث بتاعتهم خدمينها كويس ورسائل عاملينها ايه كلام مدارس لكن اللي انا بعرفه اللي انا بشوفه انه لغاية النهاردة فيه جامعات كبيرة ومحترمة قوية جدا مش بتشترط النشر على الباحث هم بياخدوا الرسائلة بتاعته وينشرها له على موقع الجامعة او مستوضع لنشر الرسائل لكن مش بيشترطوا عليه النشر ففيه معلومات ممكن تكون موجودة وغايبة عنك وفي ساعات اللي بيكتبوا رسائلات ما بياخدوش بالهم من الكلام ده فبتلاقي اللي كاتب الريفيو وعمل لك مثلا متكلم عن عشر أبحاث وهو فيه مثلا عشر رسائل تانين معمولين بس ما خدش قاله منهم لانه هو ما خدش باله انه يدور على الرسائل ماجستير الدكتور هو بيدور على البيبر زي ما اتعلم لانه اغلب الزملاء بيعلموا بعض على مستوى العلم بيعلموا بعض ان انت دور في الأبحاث المنشورة وخلاص بينسوا حتة ان فيه جامعات ما بتشترطش نشر من رسائلهم من رسائل الطلباء يعني فالرسائل دي بالنسبالي مهمة جدا هي دي اللي هتبه نقطة البداية بتاعتي لما جمع مجموعة من الرسائل وانا كده كده معايا الريفيوهات ببتدي بقى واحدة بواحدة كده بكتب لنفسي لستة انا معايا مثلا ست رسائل مثلا امسك الرسالة الاولى اخش جوه منها الاقي مثلا ولا ماشي قبل كده هوات انا برضو بدور على الأبحاث حديثة يعني انا برضو من ضمن الحاجات انا بدلوتي في مرحلة التجميع فقبل ما بعمل كده برضو ماشي يعني فيش مشكلة بخش على جوجل سكولر مثلا اكتب مثلا واختار الأبحاث اللي في اخر سنة او اخر سنتين بالكتير بس يعني انا بعمل انه هو التحديد على الأبحاث اللي في اخر سنة مثلا وادور عليهم واشفهم وحاولة ابتدي ايه احملهم عشان ما اوصعش برضو ديني على نفسي لانا ممكن يكون فيه ابحاث منشورة من عشر سنين فاتوا فانا ما اوصعش ديني على نفسي قوي اخر ايه سنة وخلاص انا كنت ساعدما wünتعود اعمل حاجة تانية ان انا ممكن مثلا ادور الاول على أبحاث اخر سنة اللي هي مثلا ايه ابحاث سنة اتنين وعشرين واعمل فولدر لنفسي وسميه ابحاث المفس في سنة اتنين وعشرين وبعدين ارجع ادور تاني على جوجل اقول له دور لي على ابحاث من 2019 لألفين اتنين وعشرين مثلا وارجع اعمل فولدر وسميها ابحاث من esempا ساعتاشا لاؤين وعشرين أرجع أعمل تاني بعد كده سيرش وأدور أبحاث مثلاً من 2016 ل2019 كده يعني أدور مثلاً إيه الأول آخر سنة بعد كده آخر سنتين بعد كده آخر 3-4 سنين بعد كده آخر 5-6 سنين وهكذا وكل مجموعة أبحاث منهم أحطهم في فولدر لوحده دي طريقة ودي طريقة دي فكرة وده فكرة عادي كل دي تجميعات إحنا كده كده أشغالين يعني إحنا كده كده عملين نجمع أبحاث وحراسة طيب برضو من ضمن الحاجات اللي بنخفل عنها أثناء فترة التجميع أن أنت تدور على المؤتمرات أن أنا مثلاً أكتب على جوجل العادي من بره أكتب مثلاً 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 يعني أو كونفرانس حتى وأشوف أبحاث المؤتمرات فيه بعض الزملاء بيحطوا أبحاث مؤتمرات على سبحاتهم على الريسيرشي جيت فيه بعض الناس بيحطوا بحث أبحاث مؤتمرات على مثلاً فيه مثلاً إصدار خاص كده في المجلة لمؤتمر معين له علاقة بالكلام ده فممكن أنت أبحاث المؤتمر دي ما تاخدش بالك منها وانت بدور على جوجل السبير اللي عادي بره فممكن تلاقي حاجة زي كده منشورة فممكن تستفيد منها فدي برضو من ضمن الحاجات اللي بتشوفها طيب زي ما اتفقنا إحنا كده عرفنا إزاي بندور على الأبحاث عرفنا أن احنا بنشوف أنا بعمل كده على الأقل بشوف الأول أنا كده كده معايا الريفيوهات وكده كده منفرغ محتوها في الورق بره بشوف الرسائل وبشوف الأبحاث وأنا أنصحك لو أنت حطوه في الأول ركز على الأبحاث آخر سنة بس أو آخر سنتين بس وتبقى عارف في دماغك أن أنت لسه محتاج تعمل سرش تاني على أبحاث آخر سنتين والسنتين اللي قبل منه وسنتين اللي قبل منه وسنتين اللي قبل منه كده لسه محتاج تتوسع في الموضوع بنفسك لكن على الأقل عشان ما اتطعش دور على الأبحاث آخر سنتين طيب وقعدين أنا بحب أعمل الحاجة دي أمسك الرسائل وأفرغ الرسالة أعمل إيه أخش على الرسالة الملف قدام مني أنا أمسميه سيسة واحد أخذ منه نسخة وكوبي وأحطه بيست جوا نفس الفولدر فيبقى اسمه سيسة واحد كوبي أهو بيسميه كده جوجل أي اسم يعني خلاص أفتح سيسة واحد دي وأفتح جنبها سيسة واحد كوبي سيسة واحد دي أخليني عند شابتر اتنين اللي هو التريتشر سيرفي الكلام اللي هو كاتبو عن استخدامات السابقة للمرس سيسة كوبي دي أخليني عند المراجع وراء أقف عند الريفرنسز وراء وبعدين أقف أقرى كده بسرعة اللي هو كاتبو سيسة واحد أليه مثلا عمليه إيه وفلان الفلاني يستخدم المفل فلانية وأعمل بها مش عارف كذا 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 ودي المرجع مثلا المرجع تلاتة واربعين أو أمفاتح على طول ما أنا معي تاب تاني على فوكس تريدر أو أمفاتح التاب التاني على طول فيها الكوبي بتاعت السيسة أنا قدام مني كده كده المراجع أروح ألف بسرعة كده على مرجع تين واربعين أدور عليه أحمله يعني أخذ المرجع ده وياما أدور عليه على جوجل سكولر وأحمله ياما أكتبه عندي في ملاب فورد مثلا ما بعارف أنا بحتاج أدور على المراجع دي بعد دي المهم أن أنا بستخلص المراجع اللي جوه الرسالة فأنا عندي الرسالة كتبة لتريتشة سربية كتبة مثلا إيه فلان الفلاني اعتمد على كذا كذا وعمل كذا كذا وبشعرف إيه بحس كين واربعين فلان الفلاني عمل كذا كذا وعمل مش عارف إيه بحس رتا واربعين بحس رتا واربعين بحس خمس واربعين بحس ستا واربعين إنت عاد تقارية الكلام ده طب أنت عايز تستفيد من اللي أبحث اللي أستخدمها دي بعين تروح تفتح جوجل اسكولر وتحمله. بعين ترجع تاني تنسيت انت كنت فين أصلا. ترجع تالي الصبحة اللي انت كنت فيها. تدور على بحس 340. تنزل للمراجع. ده غلب. لكن أنا عندي كده كده عندي فايل. على مثلا على الأدوبي أو أي برنامج يتفتح ملفات بديك. عندي فايل الرسالة. جنب منه نفس الرسالة بس أنا فاتحها على المراجع على طول. أطلع من الكلام اللي أنا عماله قراءه. أخش على المراجع. أخذ المراجع كوبي وادخل على جوجل اسكولر. رح أول أحمله. وإنت بتحمل تبقى تاخد بالك أن أنت جوجل اسكولر. للبحث اللي انت فتحته قبل كده. بيعمله لك بلون زي كده. قريب من لون الموف. البحث اللي انت مفتحتهش قبل كده. بيعمله لك بلون الأزرق. فأنا باخد بالي. يعني نفسنا نقفر أنا فتحت الصفحة دي دلوقتي. وعايز أدور على البحث معين. وعملت سيرش. لقيت البحث ده بالموف والبحث بالموف. ويبقى أنا عارفت أنه خلاص أنا شفت الأبحاث دي قبل كده. خلاص. أنا البحثين دول أنا فتحتهم قبل كده وحملتهم غالب. خلاص. فأنا باخد بالي من حاجات زي كده. تفقنا؟ بس بنبدل ندور على الأبحاث. لغاية ما في الآخر يهمني أنه أنا يبقى عندي حاجة زي كده. عندي فولدر. أنا بيبقى عندي فولدر زي كده. مليان بقى أبحاث زي ما تشاهد كده. واحد واحد واحد. أنا بحب رقم الرسائل ثلاث وحاجة. مش عارف ليه بس أنا برقمهم كده. اتنين اتنين اتنين. ثلاث 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 ثلاثة وهكذا. ده كده فولدر تجميع. الفولدر ده ووظفته أنه كل الأبحاث اللي أقالي علاقة نقطة الموف اللي أنا اخترتها أو حددتها دي أبديد أرميهم فيها جهة منها. ساعات ممكن ألاقي كتاب مخصوص عن الموف. بس كتاب بيعايج مثلاً الهيفي ميتلز أو لا بيتكلم مثلاً عن الويس توتر عموماً بس مش مغطي جزئة الهيفي ميتلز أوي. أو كتاب مثلاً بيتكلم عن الموف. عموماً تركبها ومش عارفوا حاجات الكيميائية بتاعتها وكده بس مش مغطي جزئة الهيفي ميتلز أوي. حلو أخليه معايا ويمكن ينفع في يوم الأيام. بس أنا مش قصد أدور عليه. أنا محدد نفسي أن أنا عايز أدور على الموف. للهيفي ميتلز لمعالجة المون. ما توسعش في حاجة زيادة عن اللي هزم. فبدأ ما قدر حمله وحمله. لكن في المرحلة دي في مرحلة التجميع العام أو في تسك التجميع العام أنت عملت لم كل الداتة اللي تقدر عليها. كل اللي تقدر تجمعه وجمعه. كل اللي تقدر توصله وتوصله. خلاص؟ طيب. واحد ممكن يقول لي طب افرد وأنا بدور لقيت مثلاً ريفي ومخدتش بالي منه ولقيته مغطي جزء الموف. اللي أنا كنت عايز أعمله ده كله. طب خلاص يبقى أنت كده خلاص احنا كده اتقفلت السكة دي. احنا كنا ماشيين في طريق. احنا حددنا لنفسنا هدف في مرحلة التخطيط العام وبعد كده ماشينا في الهدف ده ودخلنا في التجميع العام بعملين نجمع عددتها كلها. واحنا بندور لقينا. خلاص ربنا أرد حاجة زي كده. لقينا أن انت الحمد لله أنت اكشفته بدري. لقيت بقى ريفي ومكتوب كان في مجاهيل النت ما اتعرفش طالع منين. سبحان الله الحمد لله أن ربنا أراد. لقينا الريفيو ده فعرفنا أنه مغطي خلاص المفز ومغطيها كويس. خلاص يعني مغطي الموضوع كويس ما يقدرش أنت تضيف عليه حاجة. خلاص كده. يبقى احنا كده السكة دي تقفلت. لازم ترجع تاني للفيديو اللي فات بتاع التخطيط ترجع تخطيط تاني من الأول. ترجع تشوف الورق اللي انت كنت عامله اللي زي كده هو ده. وانت شفت أنه كان عندك أفكار زي نكمل بقى ان شاء الله الفيديو اللي جاي المرحلة اللي بعد. لذلك احنا بقى للوقت خلاص احنا منطرد الحمد لله السكة سلكة واحنا لسه ماشيين ومدخلين في طريق المغز بتاعنا تعالى نشوف بقى ايه الخطوة اللي بعد كده نعمل دي في الفوضر العجيب اللي قدام مننا. معنا؟ نكمل بقى ان شاء الفيديو دي. شكرا.